تتراجع مواقف القوى الغربية من الحرب في أوكرانيا وتتضارب تصريحاتها بشأن الحوار مع موسكو فبعد انقطعت الأمل في أي فرص لإجراء محادثات أوسع بهدف إنهاء الأزمة الأوكرانية كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة تشجع المسؤولين الأوكرانيين سراً على التعبير عن انفتاحهم على التفاوض مع روسيا والتخلي عن شرطهم للمشاركة في محادثات سلام وهو إزاحة الرئيس فلاديمير بوتن عن السلطة وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وقع مرسوماً الشهر الماضي يكرس استحالة إجراء مثل تلك المحادثات مع بوتن الصحيفة أشارت إلى أن الطلب الأمريكي لا يهتف للضغط على كياب للجلوس إلى طاولة المفاوضات بل هو محاولة محسوبة لضمان دعم دول أخرى تخشى من تأجد الحرب لسنوات مقبلة وعلى الرغم من أن واشنطن تؤيد موقف المسؤولين الأوكرانيين بأن القيادة الروسية ليست جادة في الوقت الراهن لإنهاء الحرب إلا إذا تحققت شروطها بالكامل إلا أنها تخشى من أن يؤدي رفض زيلنسكي الدخول في محادثات مع بوتن إلى إثارة مزيد من المخاوف في أجزاء من أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وجراء ذلك يمكن أن يخسر زيلنسكي دعم هذه البلدان التي أصبح كثير منها يعاني من تداعيات الحرب على صعيد ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود على نحو كبير واشنطن بوست قالت إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم لأوكرانيا لتوفير شروط مواتية لكياب في المفاوضات كما سيظل دعمها ثابتا وراسخا بعد الانتخابات النصفية المقبلة وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أكد في وقت سابق أن أوكرانيا فقدت سيادتها عمليا وأصبحت أداة في السياسة الخارجية الأمريكية تستخدم لضرب روسيا ووحدتها وتراهن موسكو على الشتاء القارص وما سيتمخض عن الانتخابات النصفية الأمريكية لتغيير مواقف الغرب من الأزمة إما باتخاذ خطوات للتهدئة أو بالدخول في جولة جديدة من التصعيد